مش عارف مسألة أو آلية التطرح في البورصة هي الآلية أيضاً الأكثر تفضيلاً للحكومة ولا لأ إذا كان هناك رغبة في تقييم المسألة شكراً بثور ممير وتحديدنا على سؤال حضرتك بالعكس ده هي ده آلية مش بس موجودة دي بدأنا بيها يعني ده آلية الأساسية في هذا العمر طبعاً بتقابلنا بعض التحديات الكبيرة زي حالان في أسوأ الدولية والمناخ والتصدامات الموجودة لكن بالتأكيد للدكتور مونير إحنا كمان يعني ملاحظة جاهدة جداً هو أوضح كمان أهمية الطرح في البورصة وإيه أهميته لتوصيع القاعدة وكمان أوضح أنه كمان في وجود strategic investor ووجود مستثمر رئيسي ده برضو بيبقى بوعدة مهمة جداً لابد من أخذه في الاعتبار لأنه بيضيف نقل معرفة وأشياء أخرى كتير فتح أسواق فهذه أمور مهمة جداً لابد أخذه في الاعتبار وعطاء أو لوية بالتأكيد في العمل التنفيذي أو في الخطوات التنفيذية بس هي موجودة وفي برنامج للطرحات قائمة بيساعد للتقال بالصبت دكتور شريف سامر رئيس الأسبق اللي هي العمل الرقابة الملية إذا كان لدى حضرتك ملاحظات على ما تضمنته الوثيقة أو تصور لي زيادة فعالية القطاع الخاص في الاقتصاد شكرك سيد رئيس مجلس الزراء أستاذ أعضاء الحكومة أستاذ المشاركون موضوع الجلسة أعتقد يحتاج يوم بحاله لو استفدنا بس طبعاً احتراماً للوقت سأركز على بضعة نقاط بداية الورقة مهمة أستاذ مونير عبد النور استفاد بس أنا عايز أقول أنها رفعت سقف التوقعات في إيه بقى؟ في التشاور والحوار الذي جرى بشأنه لا أذكر في تاريخنا الحديث موضوع اقتصادي أو يهم الرأي العام أخذ هذا الحوار والاستفادة والجلسات فتوصيتي بقى أستغل لها أنه أتمنى أنه نبطل نقرأ أنه مجلس الوزراء أقر تعديل في لايحة تنفيذية الكذا بإضافة البندغة أو حذف المادة معينة أو تعديل سياغة وما يتقلناش ليه لما يتقلن ليه كمستثمر كرأي عام كمستشار قانوني أفهم الغية منه مش أقعد أخمن وأتوقع ده بيحصل لما بيروح قانون من مجلس الوزراء للبرلمان اللي منقشته مذكرة إضاحية بيشوفها فقط أعضاء البرلمان أنا بتكلم على أي قرار وزاري أي تعديل في لايحة سيكون مهما أنه يعرض الشرح على موقع إلكتروني لمجلس الوزراء أو الوزراء المعنية بيسمح للمختص أنه يناقش المنطقة بدلا ما نخش في الصياغة اللي تقلت الكلمة دي وتشالت فدي موضوع أكبر من وسيقة ملكية الدولة نما أراه مهم اقتضاءا بدول أخرى تقوم به على مستوى التشريعات الأدنى من القانون حتى زي لايحة التنفيذية والقرارات الوزرية ده شيء مهم نما أعيد التأكيد على أن الحوار المجتمع اللي حصل وإتاحة الورقة وتعديلاتها شيء متميز يعني أشيد بكل من شارك فيه حاجة النقطة تانية خش بقى في تفصيلة وصيقة سياسة ملكية الدولة السيد نائب وزير المالية عرض في آخر أنه في آخر نسخة تم حزف نسب الملكية أنه يبقى فيه مش عارف ستين المية إيه وتلاتين المية تفضل للدولة ده شيء طيب لأنه النسب دي شيء يصعب قياسه ومتغيرة يوميا بس أختلف معاه في اللي وصلنا له أن احنا هنكتفي نقول إيه المجالات اللي هتفضل فيها الدولة وإيه اللي تتخارج بالنسبة لي سياسيا ومن ناحية الرأي العام بقت وثيقة تخارج الدولة مش ده الهدف الهدف اللي كلنا تحمسنا له أنها تحدد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة في المشروعات الهدفة للربح أو الاقتصادية وبالتالي أدعو لأنه نرجع نقول إيه تواجد الدولة بس هستخدم مش نسب أكواد هيبقى تواجدها مسيطر في قطاع ما مؤثر في قطاع آخر يعني أقل من مسيطر هيكون فيه تواجد محدود هو ذا اللي يهمنا يعني مثلا قد يتفق أنه في المطاحن لأسباب استراتيجية سيكون تواجدها مؤثر نتفق أنه في صناعة مثلا الأمصال واللقاحات سيكون تواجدها مسيطر لأسباب نتفق عليها كمجتمع محدود قد يكون فيه مثلا تجارة الجملة أو التوزيع أو المسالخ والمزابح وبتاع يبقى تواجد محدود نتفق أو نختلف على ده مش على نسب في غيابه لو قلت الدولة متواجدة في قطاع التعليم أنا مش عارف أنت بترحب بالتعليم الخاص ولا لا فأدعو لإعادة النظر في ده ومش عايز أطيل وأن يكون القياس في التواجد سواء مسيطر أو مؤثر أو محدود ليس بعدد الكيانات وليس برؤوس الأموال إنما بالحصة السوقية لأنه اللي بيهمنا هو عنده حصة سوقية قد إيه سواء نتكلم على محطات بنزين سواء بنتكلم على صوامع قمح سواء بنتكلم على نقل على سبيل المثال قد يفتح الباب في النقل السكة الحديد للبضائع فعايز أعرف إيه هو الحصة السوقية هي دي القياس أني بدخل أو بشجع القطاع الخاص دي أعتقد رسائل مهمة جدا للمستثمر المصري قبل أن يكون الأجنبي وأيضا الرأي العام اللي بيتابع بشيء من التوجس هو إحنا ليه فتحين الموضوع دلوقتي أيضا اتصالا بوسيقى سياسة ملكية الدولة كلمة ملكية الدولة إحنا فهمينها كلها أو الحديث أنها مساهمات في شركات بس ملكية الدولة في بلد زي مصر تتضمن أيضا العقار والأراضي مصدر ثروة مهم ملكية الدولة كنت أفضل نسميها سياسة مساهمات الدولة إنما هي ملكية الدولة توصيتي إنه نلحق بيها خلال فترة قادمة ليست بعيدة وصيقها أخرى للأراضي وتملكها الناس عارفة في أراضي ملكية خاصة أراضي تتبع المحليات أراضي تخصص لهذه التنمية السياحية تخصص للتنمية الصناعية وغيره إحنا عندنا إشكالية المستثمر اللي بيجي هي الأرض دي بتاعت مين ما عنديش نظام معلومات جغرافي على شاشة كبيرة كده أضغط زرار أعرف الثلاث تلاف متر اللي على طريق برج العرب دول أشتريهم من مين وممكن يترخص لها إيه وإمتى أجي سعر لو إحنا ما حددناش دي يبقى أحد الأذرع الهامة في الملكية لم نتناولها وأذكر حضراتكم أن الأرض تستخدم حاليا حتى لتسوية مدينيات بين القطاع الخاص والضرائب والتأمينات أو حتى فض تشابكات بين هيئات حكومية فالأرض أحد مصادر الصروة أو الملكية التي لا يجوز أنه لا نحصمها مثلما حصل خطوة إيجابية فيما يخص المساهمات في قضية الأرض دكتور شريف حضرتك بتطالب بمرجع معلومات يمكن للمستخدم الملكية مرجع المعلومات ده أحد الأدوات إنما من يملك القرار بشأن ماذا وأتوجه لمين إمتى ده مازال شيء غامض بما أنه منتكلم على الأراضي حأخفز لتوصية أخرى عرض أليات المشاركة مع القطاع الخاص وغيره عرضت اللي هو الإيجار وعرض البيع وعرض البناء والتشغيل والتملك البيئة أرى أنه آلية صندوق الاستثمار العقاري من أفضل الآليات التي تتيح لكثير من الهيئات ووحدات المحليات كلهم عندهم أراضي غير مستغلة اللي عنده شونة عنالنيل ما بقتش تستخدم هيئة المترو مصر الجديدة عندها ورش في قلب مصر الجديدة بأرقام ضخمة لا تستطيع استغلالها النقل أو اقترح إضافة آلية صندوق الاستثمار العقاري لأن المصلحة الاختصادية بتفضل للمالك ما بيفقدهاش ولكن الإدارة بتبقى أكثر احترافاً وتتيح استغلال أفضل عشان الوقت توصية أخرى بشأن سياسة ملكية الدولة إحنا معرفناش مين الدولة ليه بقول ده؟ عشان يوم ما تابع وحاسب وراجع الالتزام بالورقة واضح جداً أنه الوزارات والهيئات العامة هي الدولة بس عايزين نحسن هي البنوك العامة دي هاعتبارها دولة شايف معنا رئيس بنك مصر هي أموال مدعين نقرر هاعتبارها دولة ولا لا الشركات تأمين عامة زي مصر التأمين هي دي دولة ولا دي أموال حملة الوصائق من الأفراد وبالتالي لا اعتبارها دولة التأمينات الاجتماعية أيضاً هي أموال ملايين المصريين من أصحاب المعاشات هاعتبارها دولة ولا لا الحسم والتحديد يعني فيه وجهات نظر مختلفة بس أعتقد لازم نبين الموضوع اللي شرحنا التنفسية واتكلمنا مبارح أيضاً على اليقين والوضوح السيد رئيس جهاز حماية المنافسة قال الحد من التشريعات المقيدة للمنافسة أنا حاس يعني هقتبس الجملة هقول الحد من التشريعات المقيدة للاستثمار إمتى؟ حد مثالين لقرارين وزاريين صدروا على مدى سنتين لفاتوا أربكوا سوق الاستثمار واحدة تخص التعليم لما قالوا نحصل على موافقة عند الاستحواز على حصة ما عرفش 20% من أي مدرسة وزارة الصحة ما أثرتش قالوا لازم تيجو تاخدوا عندي موافقة لما حد يشتري مستشفى حتى صيعة القرار سمحوني رقيكة لأن أنت ممكن تشتري شركة تتملك المدرسة أو المستشفى فلاخد القرار ما عنده حتى تصور كآنات الاستثمار بتشتغل إزاي لا أعترض أنه يبقى فيه آليات موافقة ولكن عدم وضوح المعايير اللي حتصدر بيها الموافقات وعلى أي أساس بحسي بعندي درجة يقين أن أنا طالبي يتقبل وأنه يترد عليه خلال 30 يوم أم لا بعيدا عن الأوضاع المسيطرة بتاعة جهاز المنافسة أنا بتكلم على واحد داخل يشتري مدرسة واحدة في شبين الكوم أو جامعة في معرفش في أسيوت هيدخل في نفس القص رجائي أو توصيتي أنه أي قرارات من هذا الصدد تأخذ من وجهة نظر الاستثمار وليس من الوزارة التي تدير وتراقب وترخص للنشاط لأنها مش شغلتها الاستثمار وأنه تبقى المعايير واضحة وإحنا عندنا آلية من زمان جدا واضحة جدا وزارة السياحة وزارة السياحة من الستينات وما قبلها هي بترخص للفنادق وفيها عقود تشغيل وإدارة سواء هي فنادق عامة أو خاصة ما بتفرقش ما بيقولش وزير السياحة يلي عايز تشتري فندق تعالى خدم وفقتي هو بيعمل تصنيف بيتأكد من توفر الرعاية الصحية أنا اتكلمت على حاجات كتيرة بس هختم احنا اتكلمنا على مناخ الاستثمار وفي طبعا طموحات وفي حاجات صعبة تتحقق إنما بنتهز الفرصة أن السيد رئيس هيئة الصمار قاعد وفي قيادات من سوق المال أمنية وتوصيتي الوحيدة لا يجوز أنه جمهورية مصر العربية سنة عشرين اتنين وعشرين لما بعمل زيادة رأس مال لشركة في الطرح في البورصة أو هي أرئيدي مقيدة الزيادة رأس المال بقعد أسابيع على مقدارات المساهم أسهمه آيا كانت الأسباب مش دين الجلسة توصيتي إنه سيكون خطوة إيجابية ورسالة مهمة للكل إنه نقول خلال ثلاثة يام عمل صدرت وده مش إعجاز بس لا يحدث حاليا فهي أول الغيس قطرة في التيسير ونوري إنه في تغيير يحدث وأنا واثق إن الحكومة حريصة على مثل تلك الخطوات وأشكر للجميع حسن الاستماع